تنفيذا لبرنامج الحملة التحسيسية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المبارك المنظمة من طرف المجموعة الإقليمية لدرك وطني بالواد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك وطني بتغزوت بعد توقيف حافلة لنقل مسافرين تعمل على الخط الجزائر الوادي وبعد التحسيس والمعاينة ثم العثور على كمية معتبرة من الحلوات التقليدية نوع قلب اللوس والمقدرة بي 287 كيلوغرام أي ما يفوق ثلاث قطعة مخبأة بالسندوق الخاص بالأمتعام ولا يتوفر على أدنى شروط نظافة أين تم توقيف المجتبه فيهم ورفعت ضدهم المخالفات التالية ممارسة مشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري مخالفة عدم الفوترة مخالفة عدم احترام إلزامية شروط نظافة والنظافة الصحية في شروط الحفظ عند النقل وبالتنسيق مع ممثل التجارة بهمار تم إتلاف السلع المحجوزة الفرقة الإقليمية لدرك وطني بتغزوط فتح التحقيق في القضية